قسم التعليم المستمر في رئاسة جامعة النهرين يقيم عددا من الدورات التدريبية في مختلف المجالات والتي تضم منتسبي المؤسسات الخدمية والاجتماعية فضلا عن موظفي الجامعة في الحقيقة تضمنت مجموعة من المحاور وعدت محاضرات بعناوين متعددة وبتخصصات متعددة ممكن أن تسهم في أغناء الجانب المعرفي للتدريسي مستقبلا أو خريج الماجستير والدكتورة دخلنا هذه الدورة من أجل أن تم فينا القابليات التدريسية والعلمية حتى نستطيع أن نعرف كيف نتعامل مع الطالب مع المنهج العلمي مع باقي الأساتذة مع باقي المناهج العلمية شملت هذه التدريبات العديد من الدورات منها دورة طرائق التدريس لحملة الدراسات العليا لإعدادهم وتهيئتهم فضلا عن دورة النظام المحاسبي لعدد من المؤسسات الخدمية دورة النظام المحاسبي اللامركزي وأول يوم تم افتتاحها واللي منتسبين اللي أربعة من أدهم من خارج الجامعة واحدة من المنتسبات هي من داخل رئاسة الجامعة وإن شاء الله يستفادون من أدنا يعني اللي موجودين من خارج الجامعة من المحاضرة اللي ننطيها جئت هذا قسم التعليم المستمر في جامعة النهرين لدخول دورة النظام المحاسبي الحكومي طبيعة عاملة نشتغل بالحسابات ممكن نزيد خبراتنا بهذا المجال ونتوسع أكثر معلومات إقامة مثل هذه الدورات تساعد على تطوير وتأهيل الكفاءات وتنمية خبراتهم لممارسة نشاطاتهم الوظيفية لقناة الجامعية إسراء عبد الكريم جامعة النهرين